فضيلة الشيخ يقول ما حكم الغيبة عموماً يا فضيلة الشيخ الغيبة عموماً حرام ولا تجوز إلا في أحوال خاصة في خصومة أن تشتكي شخصاً وتقول إنه مماطل إنه أكل حقي أو ما أشبه ذلك لأجل رفع المظلمة عن المظلوم أو لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل يوخذ على يد العاصي فيقال فلان يفعل كذا وكذا لأجل أن يوخذ على يده من قبل الهيئة أو من قبل رجال الحسبة لا بأس بذلك وكذلك تجوز الغيبة في حال ثالث أيضاً تجوز كما ذكرنا في الحالين الأوليين وتجوز أيضاً في المشورة إذا استشارك شخص يريد يزوج شخصاً أو يشاركه فإنك تذكر ما تعلمه من عيوب هذا الشخص المستشار فيه من أجل أن لا يغتر الذي استشارك ويشاركه أو يزوجه تبين له فهذا مستثنى من الغيبة وما عدا ذلك فالغيبة حرام ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه نعم